اهلا بكم في قناة النوهي والنجوم في الفيديو ده هنتكلم عن توقعات رصد الزلازل الهولندي المصير للجدل فرانك هوغرب بوقوع زلزال قوي بين 18 مايو الجاري 2024 هنستعرض تنبؤاته السابقة اللي حصلت وهنناقش الطريقة اللي بيتابعها في التنبؤ بالزلازل واخيرا هنعرف رأي العلماء حول صحة نظرية بشكر جميع الناس اللي امتبعنا وبرحب بجميع المشاهدين القدد ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم والاشتراك بالقناة لمتابعة كل جديد دائما ما تسير توقعات العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغرب الجدل بين الجميع بسبب توقعاته بوقوع زلازل قوية ومدمرة قبل احدثها بفترة وبتزداد إصارة الجدل عقب تحقيق توقعات العالم الهولندي التي يحذر منها بتحذير جديد نبه راسد الزلازل الهولندي المسير للجدل فرانك هوغربتس إلى احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية مرتقبة في هذه الأيام القادمة وتحديداً بين 8 و10 مايو وآيار الجاري ويشيئت في تحليل تحليل هندسة الكواكب من الفترة من 5 لأربعة عشر مايو 2014 ويوم الزبت غيرت كايلان أصبح نظام تسوير الزلازل الجديد جاهز للعمل تم اختباره على زلزال بقوة 5 درجات فاصل 8 ميجاوات ضرب شمال جزيلة أثني سون عاصمة برغويل ومثلت من 8 إلى 10 مايه سيكون أكثر قريباً كما أشار إلى وقوع زلزال بقوة 6 درجات وقع قبالة إقليم جزيرة لتي بوسط الفلبين بعد دقائق من حدوث الزلزال كتبت الهيئة الفلكية التي يرأسها رأس زلازل الهلندي فرانك هغر بيتس على حسابها الرسمي في إكس أن المنطقة التي شهدت زلزال كان قد تم تحديدها يوم 29 من أبريل على أنها منطقة معرضة لهزة أرضية وحدود الست درجات وتحول الخبير الهولندي الشهير فرانك هغر بيتس لشخصية محرجة لعلماء الجيولوجيا بعد أن صدقت توقعاته مجدداً بشأن وقوع الزلازل مصدر الإحراج أن هغر بيتس بيستند في توقعاته إلى حسابات بتتعلق بتأثير حركة الكواكب واستفابها على الزلازل في الأرض وده النظرية اللي بيصفها العلماء بأنها كذبة وغير منطقية بيرفض معظم العلماء نظرية هغر بيتس بيعتبروها أجارها المية ومش بتستند على أي حاجة أو واقع حقيقي وبيأكدوا على عدم وجود أي علاقة علمية بين حركة الكواكب ونشاط الزلازل وبيشددوا على أن التنبؤ بوقوع الزلازل بدقة لا يزال غير ممكن حتى الآن طيب عالم الزلازل الهولندي كل حاجاته اللي بيتوقعها أو معظمها 80% منها بيحصل بالفعل ونظريته أن فيه ارتباط وصيق ما بين حركة الأرض ما بين حركة الكواكب والزلازل على الأرض زي ما احنا عارفين أن كل علم جديد أو كل اكتشاف جديد بيتهاجم بقوة لحد ما يثبت صحبه بكده نكون وصلنا لنهاية حرقتنا شكرا لكم لمشاهدة الفيديو أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من المعلومات اللي قدمناها وما تنسوش مشاركة الفيديو مع أصحابكم والاشتراك في القناة وترك تعليق برأيكم حول توقعات هوغربيب إلى اللقاء اشتركوا في القناة